اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأن كل واحد في مجاله ممن يساعدون على هذه الأزمة إحنا في حربة حقيقية هي حرب إعلامية علينا علينا حرب إعلامية من برا والحرب الإعلامية اللي بتتعامل بتبقى مدروسة حرب مدروسة يعني مش شوية منشتات مش شوية هجوم مش ناس بتشتم لا ده هي بتبقى الحرب الإعلامية أنه بتتكلم في موضوعات معينة وتثير قضايا معينة قضايا التضاد اللي هي فكرة أنك أنت يبقى ضد ده وده مع ده وقضايا الاختلاف وقضايا كثيرة بتصيرها تستخدم ألفاظ معينة تستخدم حالات معينة عشان النتيلة تبقى واحدة وده تطبق في السودان قعدوا عشر سنين يعملوا هذا الكلام قبل كده في الصومال ده بتعمل مع عندنا وحنضرب أمثلة بالرحة وحنضرب حضراتكم أن نشوف ده بالرحة اللي عايز يصدق أو يعرف أنه إحنا إيه اللي بتعمل يعني هو حر يعني حيعرف ده ويبقى شيء نميل لدينا أنه إحنا كلنا نعرف الحقيقة ونبتدي نحط إيدينا في دين بعض عشان بلدنا إنما حتلاقي حالات غريبة بتحصل فناخد بالنا ناخد بالنا من ده عشان وده على فكرة مش وقت الخناءات مش وقت أنا وإنت هو وهي مش وقته مش وقت أي حالة حتى لو فيه نكحة نستنى شوية دلوقت إنما الوقت ده يعني من ضمن الحالات اللي البعض بيحاول صوراق يعني الكلمة في حرب إرهابية آه فيه إرهاب بس الإرهاب الموجود أو الوضع بتاع الإرهاب الموجود ده مثلا إرهاب غير التمانينات وتسعينات خالص الحرب اللي عندها ده حرب منظمة يعني أنت عندك في السينة حاجة بتحصل دم وضرب وكده والكلام ده كله في القاهرة طلبة الإخوان بيعملوا إيه اللي بيعملوا طلبة الإخوان إيه هو بيجي عايز تلع ربع الساعة يعمل شو معين عايز يعمل عرض معين عايز بس يبين إن الجامعة فيها قلق وإن وكأن الجامعة المصرية أو الجامعات المصرية أو طلبة مصر أو الثلاثة مليون طالب وطالبة اللي في جامعات مصر ضد النظام هو ده اللي عايز يبينه وللأسف الحكاية دي أول يعني للأسف بنتعامل مع المسألة غلط وللأسف الطلبة أصحاب الحق الحقيقيين إن هم يلاقوا مكان يتعلموا فيه أصحاب الحق الحقيقيين ما بيش في حد وصع ليهم أصحاب الحقيقيين إن ما حدش يصدر حقهم ويتكلم باسمهم لأنه بيتكلم طلبة أزر فيبدو كأن رامعة الأزر مثلا كلها كده وهم 20-30-40-1 وهم خلاء هم ده بيشتغل في تخطيط ومنظم وبيعمل الجزء اللي بيعمله هذا الطالب هو مرتبط بالحرب اللي في سيناء بس ده بيعمل على الأرض حالة تانية اللي بيتكتب بقى في الدرايد الحالات اللي بيتكتب في الدرايد يعني على سبيل المثال وده وده مع بعض نفكر كده وإحنا عاديين بالفكر لما تلاقي استخدام ألفاز معينة ولما تطلع تلاقي مصالحات معينة بتطلع زي حكت الربيع العربي مين لطلع الربيع العربي؟ الأمريكان مش حد تاني الأمريكان رغم أن زي كان هو الربيع ده يبقى الربيع الإسرائيلي لأنه بكل المقيس أفاد إسرائيل ما أفادش العرب خدت بالك ليه؟ لأنه ما كانش مقصود أنه يسقط نظام في ويدبيني نظام تاني بسرعة والبلد تقوم متهم ما كانش المقصود ده ده هما بس كان بإسقاط النظام دي كالشرارة إنما هو عايز يسقط دولة وعايز الدولة دي يعني تبقى فيه بحور دم وعايز بيطيل أمد هذه المسألة لغاية ما تنتهي تنتهي المسألة إلى دويلات صغيرة إلى كائنات ضعيفة صغيرة وكلام ده كله لإحكام السيطرة وتبقى الدولة القوية اللي مولودة هي إسرائيل وهذا المخطط وده معلنه معروف وكلام ده كله والنهار ده حنشوف ده وبكرة حنشوف وصائق على ده يعني بكرة معي الأساسحات النهار ده مع الدكتور خالد رفعت بكرة الأساسحات مليسي ده يعني إحنا ماشيين بالترتيب كده بنوضح حاجات القضية حد حيقول لي لا طب ما إحنا كلنا عارفين إن فيه مؤامرة إيه لا ما إحنا بنقول دلوقتي فيه كذا والحل إن شاء الله كذا وإحنا نقدر نعمل كذا على سبيل المثال خدهم من علم النفس حجس مع نظرية التحفيز يعني الحافز التحفيز دي النظرية دي تستخدمها هو هو استخدام لفظ معين معناه إنه بيكبر هذا اللفظ يعني ما جاء تكلم يتقال والناس بتستخدم بتستخدم هذه المسألة على طول يستخدم حاجة مكان حاجة يعني يتكلم على الإرهاب إنما ما تكلمش عن مصر الأمنة يعني إحنا ممكن يبقى كل كلام عن مصر الأمنة يعني فيك كرة نستخدم الأمان الأمن الطمأنينة الاستقرار إنما هو عايز المصالحات دايما الانهيار الإرهاب الدماء الكذا الاتنين ارتباط دي أبدأ هتمشي بالمسألة دي بتاعي كل نظرية التحفيز دي شغالة يعني المنطقة اللي تم يقولك المنطقة اللي عزلة طيب ما ممكن نسميها المنطقة الأمنة يعني العزلة دي وكأنك ليه عشان بعد كده ويقولك ده بيحزل شعب ويطلع بقى إيه اللي هما كل دور هما اللي بيعملوا الدوشة هو اللي بيعمل الزيتة هو اللي بيعمل الجلبة دي كده فهو استخدام الألفاز في كل الأحوال ده احنا ناقش ديت وبالعلم بنسبة ده إيه وعلى الواقع لما تشوفوا الكلام اللي بيكتب في الجرائد إيه تقدروا تعرفوا اللي بتعامل فينا إيه واللي بتعامل معنا إيه ولأن الشعب المصري يعني مش حيخيل عليه الكلام ده ولو كان خيل عليه الكلام ده ما كانش عمل 30 يونيو الشعب المصري يستطيع يوقف ده بس المهم الناس تعرف ومهم شبابنا الكتير اللي هو اللي هو مش متورط شبابنا اللي هو فاهم المسألة غلط أو فهم المسألة غلط يفهم بس يعرف الحكاية إيه يعرف أبعاد المسألة إيه يعرف إن بلدنا الحرب اللي موجودة حرب حقيقية لإسقاط لإسقاط هذا الدولة الإسقاط دولة إسقاط دولة يعني إنت مباش عندك ليش مباش عندك شرطة مباش عندك أي حاجة ويبقى كل بيضرب في الكل وكل بينها في الكل هو ده المطلوب فلازم يبقى ده يتوضح ده في الفترة دي لان الموج عالي اوي دلوقتي الموج عالي اوي دلوقتي عايز بس اقرى وده هنقشوا مع الدكتور خالد الحية انما بس عايز اقرى يعني ايه اه نيوتن نيوتن ده راني الاعمال اللي هو بيكتب اسمي نيوتن وحد بيكتب له ما بيعرفش يكتب ولا لا يعمل انما كاتب المقالة دي يوم واحد حداشر مبارح والاول مبارح مش فاكر بيقول هو بادي المقالة بيقول لماذا تراجع تأييد الشعبي لثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 اذا رازت اطلاق اسم مصلح ثورة عليهما ولماذا حالة الاستقرار بالحد مش عارف فيهم بادي المسألة ولماذا وصل النشطاء السياسون والثوريون في مصر لهذه الحالة من تشارزهم وتشتد ولماذا فقد معظم المصريون سيخطهم في النشطاء بيتكلم على على اسئلة لغاية دلاتي ماشي الكلام ده كله ياريب الفقرة بيقول بايه ياريب ان اعترف بان انا حتى على المستوى الرسمي لما بنحسم امرنا تراجع اسئلة عديدة بيتكلم وبتدى يخش بس عشان يقول ايه الحكاية لما نخش في الفقرة التالتة بقى بيقول يقول ايه اه بيتكلم بيه في الان بيقول اه الاحباط اصبح حالة مشتركة بين الجميع بيتكلم دلاتي بقول ده حاليا على اللحظة دي الاحباط اصبح حالة مشتركة بين الجميع على مدى الاعوام الاربعة الماضية سقطة نحو ستة الاف قتيل معرفش ناب المعلومة دي منين ضعف هذا العدد من الجرحة خسائر فادحة طالت الاقتصاد الوطني طبعا الاربعة سنين ما ماتش فيهم ستة الاف قتيل للأسف للأسف يعني ده نما بيصدر لك معلومة عشان بعد كده تمشي كده للأسف دي معلومة خطيئة واتحدى زكاية المعلومة دي صحيحة اه ضعف هذا العدد من الجرحة خسائر فادحة طالت الاقتصاد الوطني سياحة الصناعة تجارة زراعة استثمارات انتهت طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا في الاربع سنين بلاوي سودة حصلت من ايه من حالة الفوضى اللي احنا فيها مش من اي حالة تانية من الناس اللي بتنادي خبز وحرية وعدالة اجتماعية وفي نفس الوقت مصمم من يعمل مظاهرات عشان ما نشتغلش ومصمم من يحرق عشان ما نبنيش ومصمم من يهد عشان ما تتقدم ويوقف عشان ما تتقدمش يعني بيرافح حاجة وتعمل الضد بتاعه شفت ما هو ده كده انه ويقول الحال اه ما عندنا كل حاجة وقفة طبعا يعني كل حاجة وقفت بتاع الطالب ما المقابل ما الناتينة ما اللي تتغير لا شيء بقول ما فيش حالة تغيرت خلص في البلد ما شافش على الاقل في التلت نشر اللي فاتوا التغيرات اللي حصل سياسية برا ورجوع مصر بقوة شديدة جدا اقليميا ودوليا ورجوع ورجوع مصر داخليا وبقيت تديت انك انت تقف على ريليك ما طبعا مخدش باله ان فيه مشروع اه اتعمل مشروع وطني نادى الرئيس لي فالمصريين رمع اربعة وستين مليار ما شافش ديت دي ما يشوفهاش انما بيكلم على حالة احباط عاملاء مش طيب ما اللي تتغير لا شيء الاكثر من ذلك انه لو يولد في الافق ما يشير الان شيئا ما سوف يتغير ليه ما فيش في افق شيء ليه تتغير لا كل حاجة هتتغير لازم لازم نكون احنا عندنا الثقف ده ولازم نحلم بدا ولازم نعمل لده هنتغير انما بس تهدنتوا شوية وبطلوا تخبيط شوية وبطلوا تكسير شوية وما تفتعلوش ازمات عشان تمشي ما احنا المراكب اللي كتت وقفة وبقالها اربع سين وقفة دي عشان نمشيها حنمشيها برضو بالخناقات شغالة والدنيا شغالة والكلام ده كله ولا حنمشيها ان احنا نهدى ونشتغل وننتج ونلتزم ونحترم القانون هو ده السؤال والرجال الاعمال لما الرئيس صلب منهم منهم يساهموا ومش بيساهم رجال الاعمال ده كل واحد منهم لو دفع مليار او اثنين مليار اللي هما ستين سبعين واحد ما كل واحد عارف هو خد من الدولة ايه وربنا سهق وعمل اكيد نشاط وعمل حاجات وكلام ده كله بس كسبتها اديه تعال انت عليك دور دلوقتي ازا كنت رأي الوطني بحقيقة حقيقة عليك دور دلوقتي ده حتى انت ما عملتش ده على رأي عمر سعد الفنان عمر سعد ده حتى رأي الاعمال برا لما بيعمل ده بيعمل ده عشان خاطر انه مصطحته ان الفئير ده يتعمل عشان ما تحصلش اي مشكلة اكبر لانه لو انتفض الفئير ده هيدره هو ولانه هو كسب من الفئير والمتوسط ومن الغانية كل واحد هو اي حد رأي الاعمال اشتغل في مصر كسب منه لمهم الشعب المصري فلما يينيعمل انهم مش عايزين يعملوا ده محدش عايز يعمل ده لانه مش عايزين ده لانه بعض من هؤلاء هو في عنده حالة بيعملها عنده أجندة بينافذها لأنه هو بيشتغل رأس حربة لحالة تانية للأسف فليه ما فيش حلمة بتغيير ليه هو النهار ده القناة دي لما هت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في أغسط سنوناي خمسة أغسط سنوناي هتشتغل هم بيشكيكوا في ده كله على طول تشكيك في العديدات الخاصة وفي الرغي وعلى الفيسبوك وكلام هو ده اللي انت قادرين تعمله طب انت عايزين بلد نتقدم إزاي بلد عندنا أزمة في الزراعة وعندنا أزمة في ميت النيل وعندنا أزمة في ميت الشرب وعندنا أزمة في الوقود وعندنا أزمة في الكهرباء وعندنا أزمة في الصحة وعندنا أزمة في كل حال ولا يستطيع أحد إن يتهم النهار ده الحكومة الحالية ولا الرئيس الحالي اللي موجود دي نمر واحد نمر اتنين الرئيس اللي داي داي بانتخابات حرة فيها اكتساح وداي برغبة شعب وبرادة شعب يعني ما نقدرش حلو ما بقالهوش مية سنة في الحكم عشان تتهموه زي الناشطة اللي اسمها ما نهار ولا ما نهار ولا ما عارفش اسمها ايه الدكتور اسمهالغزاية بيشعر فيها اللي ب SARAH بتتكلم بتقول احنا اسقطنا الدكترطور واسقطنا الدكترطور الثاني وحنسقط التالت يا خط سقط السنانك مانهور المصري ما عارفش ما نهور المصري تسقطي مين سقت السنانك يا شيخة تسليتي مين؟ هي البلد وعندين تكتشف الدكتور أسامة بيتكلم وبينها أقيدها وبتأيدي وإن خدت جايزة عالمية جايزة عالمية اللي خدتها مين؟ خدت جايزة عشان تقسيمي اليمن مش كده خدت نوبل والجايزة دي اللي خدتها عملية تيما النهور دي هيكت نشطها في اسكندرية وخالي السعيد لا داعي للكلام على واحد في زمة الله لا داعي للكلام على واحد في زمة الله ويا الدكتور أسامة لو أنت مش عارف الحكاية دي الست والدته يعني كلاها في التلفزيون المصري مش في حدة تانية طالع وهي بتتكلم وتعترف بإبناء إيه حالته بس مش عايزين نتكلم ده لأنه في زمة الله عيب نتكلم في حاجة كده خلاص نتعينا منها إنما كل اللي بيحصل ده يعني اللي بتتكلم وطالعها بتقول احنا حنسقط دكتور والسواري اللي اشتركين اليوم يبدأوا موحدتهم يا دكتور أسامة مش بقولك احنا نسقط الدولة وأول حال عشان نسقط الدولة نسقط المصري مش هما دولة اللي موجودين بتتكلموا هل ده الوقت بقى ده الوقت إن احنا نسقط ونعمل فين الفرصة اللي بنتديها للحكومة وبنتديها للرئيس ولا أحد استطيع أن يمكن إنه بيحاول وبعدين الرئيس ده مجداش مناطش علينا بالبرشوت ده رغبة شعبية من قبل ما يترشع ومن قبل ما ييلي لأنه كانت خلاص هو ده خلاص بالنسبة للمصريين أنتوا قدمتوا إيه يا نخبة قدمتوا إيه أنتوا أنت نيوتن أنت رجل أعمال أنت قدمت إيه عملت إيه أنت دكتور أسامة عملتوا إيه إن مدين لما البلد عايزة تقوم وطوف وكلام ده كله محدش بيتكلم نيري نكمل كلام نيوتن بقى بيقول ما الذي تغير لا شيء الأكثر من ذلك أنه لا يورد في الأفق ما يشير إن شيئا ما سوف يتغير السبب واضح هو أنه لا يورد حلم بل لا نرى بين قيداتنا من يحلم أنت حكمت كده بقيداتك من يحلم وإنتوا اللي حلمتوا أن تغنوا بس أنتوا تنهبوا مصري بس وخلاص ومن يحلم من يبدع من يفكر بطريقة أردوغان أردوغان من يفكر بطريقة أردوغان وأنتوا مدين فرصة وأردوغان عشان ينفس اللي عمله ده اتعامل بين يوم وليلة تركيا الصلاحي أردوغان في السلطة بقى له قديه بقى له عشر سنين كرئيس وزراء وكلام ده بقى له قديه وما سكى بإيه؟ بالحديد والنار وحتى هذه اللحظة الحدي مدي فرصة لحد إنه يشتغل أنتوا بتشكلكم على طول الخط والست منوهار بتاعتك اللي واخدها جايزة والمنوهور دي وقى أي اسم ده بتتكلم بتقولك إحنا عايزين نسخ تكتور الثالث فيه إيه يا جماعة؟ بقول لكم أن يفكر بطريقة أردوغان من رغم خلافاتنا معه إلا أننا يجب أن نعترف الرجل كان مبدعا فنهض بلادي بسرعة فائقة بقول لك عشر سنين أنت بتحسب السيش على ثلاث تشر مئة يوم أنتوا مدين فرصة أنه حتى تقفوا معاه؟ هو الناس وافت معاه هناك في الظروف داخلية واخرية لم تكن أفضل حالا من أنا حلمه كان عبارة عن كتالور عن كتالور النظم المعمول بها في السوق الأوروبية بدأ واضحا أن الكلام لدينا هو السهل بل فعل والستهلسة مش عارف فيه بيتكلم عن أردوغان هو مش قادر يعرف أن هو تركية كحليف وعضو في الناتو وخلاص دولة بيعتبروها دولة هي بالنسبة لي هي في المنطقة دي المنفس دي بتاعتهم فبيساعدوها يعني ده على خلاف مصر كله بيتأمر عليك عشان يسقطك مش عايز يتكلم ده لأنه هو عصم تبع الأمريكيان الكثير المحترف في الكلام في الإعلام افترضوا توكيله من اللمهورية الثانية ارتفعت قامتهم ومنابرهم كثيرا منها ممول بالكلم عن الإعلام القامة والمنبر مصطلح ديمقراطية وحقوق الإنسان بدأ يجد مقاومة وكلها فواسي أصبحوا كلامهم مش عارفين أصبحوا يرددون كثيرا كلاما غريبا اللي مش عاربوا الحال يسيب البلد ويمشي أي كلب مش عاربوا يتفضل يفرقنا هي كرسة هناك من اعتبره أن بلد ملكية خاصة لهم هناك من اعتبره أنهم أوصاء على الشعب أنا عايز أعرف مين اللي في الإعلام بيعتبر نفسه الواسع على الشعب ده أنتوا اللي طالعين خمسين واحد بيطلع بيتكلم يقولك احنا عايزين نعمل كذا وكذا وكأنهم هم الأوصائق عن الشعب الشعب المصر قال كلمته خلاص الشعب المصر اختار السيسي ووقف وراه واختاره ولما دات انتخابات اختاره لما أخذ بقى أي حد كان ليه رأي تاني ولا حد أقيد ليه شوية كده عايز تعاون يبقى شيء فضل الاميل ليدا وعايز توقف عشان تعاون بلدك تعالى شيء الاميل إنما عشان تلسنه وعشان تسقطه وعشان تعمله الكلام ده كله وعشان نتنفذ فكرة إنك أنت بتصف كلهم في مكانه في الإعلام جزء ده الكتاب بيتكلموا بطريقة معينة اللي في النخبة ولا اللي بيسمين نفسهم نخبة حيتكلم كده حادة معينة اللي بيتكلم على وحدة بتكلم بتقول إحنا عايزين نسقط مين قالك إن الشعب المصر عايز يسقط السيسي وعشان إيه هناك من أصباح صبونا اللعنات كل صباح ومساء على معارضين من نهارا جهر رأساء تحريل الصحف قرروا عدم نشر رأي الآخر قرروا ذلك بما حد رديته ماذا حققت الثورات إذن أنا عايز أسأل هنا بحكات الرأي والرأي الآخر لما تبقى في حرب عليك في حرب قائمة بالفعل عليك على مصر النهاردة المطلوب النهاردة أليس هناك تضافر الجميع للوقوف هذه الحرب ناسين انتوا في 73 من بعد 67 إزاي كان كله حيقولك ما كانش فيه الرأي والرأي وكان فيه دكتور ماشي إنما الشعب كان طب حد كان أجبر الحرمية والقتلة والكلام دل كلهم قال لهم ما تقتلوش أيام آية 73 لم تحدث جريمة واحدة خلال فترة الحرب جريمة من 6 أكتوبر لغاية قد إيه جريمة لا سرقة ولا أكل ولا أي حاجة إنما ده الإحساس بالوطنية يعني هو واحد عارف إنه حرامي إنما في الآخر إحساسه الوطنية موجود عنده دول ما حصلوش لا الحرامية ولا المجرمين ولا حصلوا أي حاجة ولا حصلوا أي حاجة زعلين قوي إنه رسائل التحريب قاعدوا وحيكلموا طب المفروض النهاردة إنه كل يقف واحد عشان يقف ضد حرب الإرهاب عشان في الحرب اللي عليك هو وأنا بكلم إرهاب دي ده حاجة صغيرة بالنسبة مثلا ده حرب منظمة فيه سينة حاجة وفي القاهرة بتعمل حاجة وبيديلك من برا حاجة والمجتمع اللي برا والدمعات اللي شوية زي البتاع اللي حيبة في جنيف يوم اللي بتاع ده عمل لك محاكمة حاجة هم حد سعب حد فالهي عمله هنا رؤوس الحربة اللي هنا اللي بينفزه دلوقتي ده لإن إذا كان فيهم أمرة بتتعمل فيه تخطيط بتعمل برا لا بد من تنفيذه في مصر اللي خانوا بلدهم اللي هانت عليهم بلدهم اللي ما تمرش فيهم شمس وهوى بلدهم اللي ما تمرش فيهم طراب هذا البلد اللي مش حلقوا أطهر منه في أي حتة هم اللي بعملوا ده دلوقتي هم اللي بعملوا ده دلوقتي وبيتكلموا وإيه لك رأسيات تحرجع الرأي أنا عايز أعرف إيه الرأي الآخر في موضوع يعني طب الرأي إن إحنا نواجه الإرهاب الرأي الآخر عايز إيه من وليش زي الناس اللي بتكلم نسيهم موتونا طيب يقول لك الإرهاب يبقى أصدق الحم فحيولد تعال أنت يا أستاذ حمزاوي بالديمقراطية بتاعتك خدك كده ووزع شراء الدمقراطيات هناك في رفح وفي الشيخ زوايد وشوف إيه اللي هيحصل حتحل المشكلة يا ريت تيلي بالديمقراطية بتاعتك وإنت رايح كده بتوزع علم الدمقراطية يا ريت يا ريت تتحل بالديمقراطية بتاعتك يا أستاذ حمزاوي يا ريت يا سيد نويت أنت تتحل هي بالديمقراطية إنما أنت رفعين للديمقراطية ماشي الدمقراطية دي هاته اللي أمريكا بشرت العرب بيها كلها في العلاء إيه اللي حصل بعد عشر سنين مليون واحد اتقتل والبلد متقسمة ومتدغدغة وعلى أرضها معركة وهمية هم خلقينها وشوات المرتزقة اللي مسميينه مسميات مختلف ده داعش وده مقدس وده كذا سايبينهم يرعبوا الدين في المنطقة إنما هنا محدش يتكلم على ده أتباع الأمريكان ما يتكلموش على ده إنما يتكلم على هنا بينقض البلد مفيش أمل لا فيه أمل ولو مفيش أمل ومفيش حلم نموت أحسن لا فيه أمل فيه أمل عمره مصر ما حدنضام فيه أمل لأن اللي حصل اللي حصل في الفترة اللي فادت دي ده يديك مش أمل يديك طاقة بإذن الله اللي جاي أفضل فيه أمل رغم أنك أنت عندك شوف أنتو بتخبطوا قدية وبتوزعوا فلوس قدية وتدفعها قدية عشان تعملوا مقاومة في البلد لا فيه أمل إن شاء الله وحتقوم البلد بيكوا من غيركم حتقوم البلد إنما بالطريقة دي بقول لك قرروا على رسالة التحرير قرروا ذلك بما حدر ردتهم ماذا حقاقت الثورات إذن لماذا سوف نظل نردد أنها ثورات يجب أن نعترف بالحقيقة المر الماضي كان أفضل بكثير حتى الآن هنا تكون الكرسى الحقيقية نردد كل دا كان ليه على أصحاب القرار أن نتحركوا بالحلم قبل فوات الأوان إحلاموا من أجل وطنكم مصر في حاجة إحلام ويعني المشروع قناة السويس دا ما كانش حلم يا سيد نيوتن هو دا مش حلم إنك إنت تعمل أول مشروع بطني بعد خمسين سنة من المشروع الأولان يلا هو الوحيد في تاريخك كان السد العالي كله الزمان وسندوق دا والقلب عليك والأمريكان قبله الدنيا عليك عبد النصر الصرف وببنى والأم الروس وكلام دا كل إحنا ما أخدناش مالين من حد عشان قناة السويس الشعب المصري اللي عمل والشعب المصري اللي عمل دا ليه لأنه بيحلم مع الراجل دا مع رئيسه بيحلم وواثق وعارف الشعب المصري عمل دا لأنه واثق في دا إنت ما اعتبرتوش إن دا إن داس لأنه إنت ما تاخدوش بالكم من دا إنت والأساس فاهمي هو إيدي وحمزي وما تاخدوش بالكم من دا من الاربعة وستين مليار ما تاخدوش بالكم من دا وتشككو بس هو دا مش حلم هو أن أعذر مشارعات التالية بتتعمل والعمالين شغالين فيها ومليون فدان بيخططوا عشان نستصلحهم وهنا 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 مش حلم أنا ما تسعيزها فمش فيه إيه ما إنت عندك حتة نالحة دا حتة نالحة دا أنت كان عندك كل كل ما هو حكومي بيخسر كل ما هو حكومي بيخسر النهاردة في ثلاث سنين بس مع وزير الاتصالات الحالي وتكنولوجيا المعلومات المؤنس عظم معاه النهاردة وعندك شركتين كانوا بيخسروا كسبوا عندك القومية للاتصالات عاملة ثلاثة مليار منت عندكم شركات يا سيد نيوتن عندك شركة بتاعت المحمول خسرانا خوالي خمسمائة مليون خمسمائة مليون وجركة الاتصالات اللي هي بتاعت الحكومة اللي هي حكومة البريد ما كان بيخسر لغاية من قبل ثلاث سنين ثمنمائة مليون السنة دي كسبان من 2014 214 أو 16 مليون هو دا مش حلم ونجاح وكويس هو دا مش حاجة بتتعمل مش حاجة بتتعمل ليه عملين ننكر كلها ليه عملين ما هي نظرية التحفيز بقى هي ليه عملين ننشر بس ونتكلم بس على السلبيات وليه بنسودها في وش المصريين نظرية التحفيز هي دي الحرب الحقيقية اللي علينا وربنا يسامح الحكومة دي ويسامحك يا برايلم ya محلب إنك انت لغيت وزير الإعلام ربنا يسامحك معالش يا حيستامحك ولا لأ كمان لأنك انت في الفترة اللي كن فأشد الحالة فيها لوزير إعلام لغيت وزير إعلام بس وزير إعلام مش هي لي زي اللي كانوا لا وزير إعلام وزير إعلام يقدر يطلع يوضح عشان يوضح كل حالة ويكشف كل حالة فالناس طب على بيّنها من كل حالة إذا كان عندكم حالة مخايفين عليها تبقى أنت تستاهلوا اللي يحصل فيكم إذا كنت خايفين أنت الرئيس حكومة أو رئيس الجمهورية عنده اللي خاف عليه يستاهل إنما نكشف كل حالة بس نكشف في المقابل بقى كل ما يدار يتكشف إيه أبعاد الحكاية نوضح للناس هي دي الحكاية وهي دي الحدوطة الأستاذ فاهمي هو إيه دي كاتب برضو كانت وقاله يوم السبت اللي بيتكلم فيها بقول في الوقت الذي سكتت في الحكومات العربية على إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى الأول مرة من 14 سنة فإن حكومة السويد بيشكر السويد في 30 قالت إن إحنا قررها التاريخي الاعتراف في دولة فلسطين المهم بيتكلم في ده وده عند حتة معينة بقول إن في مقاطع لإسرائيل أكاديمية وثقافية في كل حتة إنما بيتكلم بقول إن في تلات دول المفارقة بقى اللي تستحق تنويا ودراسة أنه في الوقت الذي ارتفع فيه أسهم القضايا فلسطينية في العالم الغربي فإنها ترى يدعى بصورة مقلقة في العالم العربي وسوف تدعيشنا حقيقة إن الربيع العربي الذي تعلقت به الأمال الكبار في 2011 وإن تكسد على إسرائيل المستفيد الأكبر منه بدلا من أن تكون مصدومة ذلك إن أحدا يستطيع أن ينكون القضايا فلسطينية تقعد القضايا العرب المش عارف إيه إنهم في الآخر عايزو أوسل هو كل الحكاية دي كتبة عايزو أوسل المصر والسعودية والإمارات هما دلوقتي عاملين تنصيق مع إسرائيل لمحاربة الإرهاب وطبعا يعني هو ده العايزو أوسل فيه وإننا طب إنت يا أستاذ لما أنت بتتكلم وبتنتقد السعودية والمصر والإمارات ما انتقدتش قطر لي يا أستاذ فهمي ولا ما تقدرش ده قطر الطائرات كلها التنظيم كله كل الطائرات بتطلع من عندها من القاعدة الأمريكية اللي هناك ده قطر أكبر ممول لكل العمالات الإرهابية اللي حصل ده قطر هي كل الدم في رأبة حاكم قطر وامه الحاكم الملود ده وامه وأبوه كل الدم اللي بيسير ده وأنت تعلم هذا الكلام تعلم ده ده قطر يا أستاذ فهمي اللي أنت بتتكلم على النمصر والسعودية في التنظيم والإرهاب والكلام ده كله وتتهمهم بأنهم خلاص باعوا القضية ومع إسرائيل والحالة دي كلها ده أنت قطر ده أمير قطر الكبير اللي الأب اللي المشي ده ده كان ده كان متبرع بفلوس بنى مستوطنة فلسطينية في إسرائيل مستوطنة على أرض عربية لأن كل الأرض اللي قاعدة في إسرائيل ده أرض عربية وراح هناك كان بيفتتحها مش كده ولا إيه يعني ما تعرفش الحكاة دي ورينا يا سالي ورينا سورة الشيخ حمد وهو في إسرائيل هناك وما بيهللوله آآ عندكم ولا مش عندكم طيب فين الشاشة بس هنا كبيرة هحاول أولاك وتل بالله هنا دي المستوطنة اللي ده نديت وهو هنا شيخ هتلنا على الشاشة عشان نشوف البتاع يا أخواننا هنا هوت شيخ حمد بالله بالبدل أهوت وهمت هناك وكانوا بيشكروه وقاعد أهوت الله بشنبوا العلامة المميزة ده اللي مكوّع على بقه ده وهنا وبتكلموا على الشوق دي المستوطنة فاكرين الحكاة دي المستوطنة دي اللي متبرع بها الشيخ حمد اللي ببنوها هناك دي والمباني اللي ببنوها دي على أرض فلسطينية مش القضايا الفلسطينية ضاعت والقضايا الفلسطينية اتعملت أنا 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 مش مصدق مش مصدق الحكاية واللي بيحصل والكلام ده كل قادي الشيخ أهو شيخ حمد أهمت ومهناك أهمت وبيفتتحوا أهمة بيسلموا عليها أهمت والكلام ده كل أردوا بيكونوا أستاذ فاهمي بس خدالوا من الحكاية دي يلا يا بنت العلم الفكرة النهار ده في نظرية التحفيز بقى أنك أنت فكرة أنك أنت مين اللي عمل أكبر علاقة طب إحنا عارضة في علاقة مع اسرائيل ووفقا للتفقية كان بديفت وكان لنكون مين اللي عمل علاقة أكتر من علاقة بتاع المعمولة مين اللي فاتح مكتب تمثيل وطول النهار سايبين على بعض هناك مين اللي بيوت هناك في هناك بيقضي هناك الخميس والويك اند بتاعه في اسرائيل إحنا ولا حكام قطر ورئيس الوزراء السابق بتاعها مين مين اللي بيعمل ده مين اللي أصلا الضمار اللي في المنطقة دي كلها مين اللي بيعمله مش 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 قطر يا استاذ فهمي اللي انت اللي انت ايه نسية عمل بتكلم من العرب بقى القضية هو بتكلمش ما بتكلمش على أكتر دولة عملة عملة بقالها دلوقتي من خلال القناة بتاعتها الكلب اللي بينبح على كل حتة عاملين أكبر حملة أكبر حملة معمولة على الدول العربية كلها مش شم الشيء دي قطر يا سبحان الله النهاردة كان في حانات تانية بقى كفاية كده النهاردة الرئيس السيسي كلف مجلس تنمية سيناء بالارتماع مع الشيوخ وعوائل السماع لمطالبهم وملحظاتهم والحاجات بتاعتهم السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي قال أن الارتماع يأتي في سياق متابعة الرئيس لأوضاع أهالي شمال سيناء ولا سيامة في الشريط الحدودي الذي سيتم إخلاؤه في إطار الهود الدولة لقضاء على أبوة الرهرابية وحرص الرئيس المستمر على تأكيد على حصول سكان هذه المنطقة على مستحقاتهم كاملة تعويضا عن امتلكاتهم التي قاموا بإخلاءها حفاظا على الأمن القومي وعرفانا بدورهم الوطني في هذه المرحلة الفارقة الدكتور شاوي علام مفتي الدمولية بيكلم بيقول يعني يجيز إخلاق حدوث هنا درق المفاسد مقدم على جلب المنافع يعني بيحطوك دايما تحت الضغط يبتدي يعملك حملة الإخوان إخوان الدم اللي موجودين حملة على الفيسبوك ويعملك حملة من بره والزاي والإقصاء والكلام ده كله والتهدير والمش عارف ايه والكلام ده كله فيدبرك أنك يدخلك من متاعه أنك وقفت دافع نفسك دايما بيحطك في رد فعل أنا أنا لا أنا يعني أنا النهاردة حنكتب لمين درق المفاسد ودلب المنافع نقول لمين تقول لمين أنت عايز تقول لدول الإخوان ومحبيهم اللي اتبخهم الغازة يوم ولا عايز تقول ده لأهالينا يعني المسألة دلوقتي بقت مسألة يعني فكرة أنه دايما تسألك ما هي دي الحرب الإعلامية دي الحرب اللي عاملة عليك من بره وحطت هنا وحطت عدسة كلها إنك رد فعل رد فعل رد فعل لغ من الإجراء اللي عاملها مصر على الحدود المنطقة الأمنة التي بتخلقها مصر على الحدودها حق أصوطني أصيل لها ولا ضرر ولا ضرر ولا في أي مشاكل من دي ولا يجب أن نحن نقف لحظة لهذا الكلام واللي بتكلم على أي حاجة غير كده يعني يبقى هو يعني خلاص يبقى هو ضد ده وبيهدف ده محدش يتكلم بإسمه ديمقراطية ولا بإسم الكلام ده في هنا ديمقراطية وإيه اللي مش ديمقراطية ده أنت آخي القانون القانون ده الطريق الدقيري شال يلي 300 ربعون اللي هو حدوك 50 كيلو شال صف بيوت قد 800 بيت دول مئة مرة محدش بيتكلم وقلت قبل كده في الطريق الدقير بيعمله كان الفنان الكبير أحمد مظهر قسم الفيلا بتاعته الطريق الدقيري اللي هي قرب المريوتية والحتة دي وتعامل الطريق زي ما هو معمول في الخطار من غير بقى ما نتكلم على درق المفاسد ولا دلب المنافع احنا بنتكلم على حق دولة أصبحنا النهاردة وانت بتعمل حقك وكلام ده مضطر أنك تدافع عنه مين اللي عملت داوشة دي والكلام ده كله لا مجموعة السؤال الله يسمحك شات الرئيس للوزراء لو كان في وزير الإعلام ما كان حصل ده أستاذ عمر صبر بول منذ أيام كان هناك مؤتمر صحف الحكومة أكثر ما أسعدني في هذا المؤتمر هي كلمة وزير التموين بأن هناك تلاه للمع زيت الطعام المستخدم من المنازل وتحويله فيما بعد إلى وقود لقد بدأت حكومة تأتي بأفكار وحلول غير تقليدية مما يتناسب أيضا مع مشاكل مثل كثيرة التي هي النتاج التراكمي من إهماء الحكومات السابقة لمشاكل المواطن أيضا هناك فائدة كما قال السيد الوزير أن هذا الزيت سوف يتسبب في مشاكل بالصرف الصحي وما يحدث كثيرا ولذلك عشان بنرمي في البلعات ولذلك كل الشكر للحكومة على مدود الرأة وننتظر منه ما هو أفضل حفظ الله بيث الأستاذ عمر صابر أنا من سنة تقريبا كان فيه دكتور بس أنا ناسي اسمه الحقيقة استضفته في حلقة وتكلم هو على فكرة أنك إنت إزاي تطلع سلار من الزيت من زيت الأكل ونفس الحكاية بس مش سلار من زيت العربيات اللي بتغير بيطلع منه حالة تانية وفي هذا السياق في الزيت الخروع هو كان اختراعه كلام ده من سنة وقال أن أكتر حاجة تقدر تحللنا مشكلة المشكلة بتاعة سلار زيت الخروع لأن يبدو أن الزيوت كلها أي زيوت الزيت بقى سواء مستخدمة غلاء أو ما تغلاش وفي الآخر زيت يعني يبدو أن الزيوت وهو على فكرة الزيت ده بيحطوله إيه هو قال الفكرة ساعتنا فاكرها أنك بتحط وفي حاجة بتحط عليه للسرين يعني تحط للسرين على الزيت فيفصل السلار بيفصل السلار يعني بيحصل مكون آخر لتركيبة الزيت الزيت اللي هو سواء بقى الزيت ده نباتي زي زيت الأكل اللي بناكله أو كلام ده كله قال من أكتر الحاجات اللي تعمل سلار وتقدر تعمل لنا تحل المشكلة كلها زيت الخروع إحنا نبات الخروع إحنا عارفين ده النبات واتكلمت بدا كتير بس محدش بياخد داله نبات الخروع من النبات أصلا الفلاح بيزرعه دايما بيزرع السطر كده على حرف الغيت لما يبقى فيه مشاية ولا حاجة وحرف الغيت فبيزرع أول سطر ده خروع مش عشان عايز منه حاجة لأنه تقريبا أنه بيزرعه ليه عشان أي حمارة مشية تيلي تاكل ما بيتكلش عشان طعمه الخروع ده اللي بتعمل منه زيت الخروع اللي بتتاخد فطعمه الحيانات ما تقدرش تاكله فبيبقى حماية للزرع اللي بعدين فبيطلع ده بقى لا دودة بتاكله ولا حدا بتاكله ولا حدا تأثر فيه والبزرع بتاعته فعلا كمية الزيت اللي فيها يعني كمية الزيت اللي في بزرة الخروع قد كمية الزيت اللي في بزرة القط يلي عشر مرات كتير وعندنا في الخروع بيطلع الحب بتاعه كتير وعمل زي البندقة كده كبير فعنا النهار ده طب ما نزرع ما نزرع مية الف فدان زيت خروع والبتاعة دي نسقيها بالمية الصرفي بتاعتنا حتى لو كانش متعلق لانه مش داخل في عكل ولا في اي حاجة ما نزرع وزيت خروع هيطلع زي العفريت انه عايز شمس وعايز مية بس ما يطلع ما نزرع مية الف فدان فدان ونطلع ونعمل وبعين تكلفة المصنع اللي بيعمل كلام ده كلام فارغ لان انا مش بعمل لات ما فيش تكنولوجي فيه ما فيش مولقة هو بيحط له مادة بتفصل في التركيبة بتاعته مع حرارة معينة بتفصل الصلار في الناحية بتفصل ده في الناحية زيت الخروع بيعتبع وزيت الليفت يعني احنا شوف بنستخدم ليفت عندنا طرش قدية بنرمي المزر بتاعه برضو زيت الليفت نقدر اي اي زيت نباتي ممكن نطلع منه الصلار ده اسر الكلام ففي حدات كتيرة تتعامل بس الاسمع شيء رائع جدا اللي بتعامل ده بس نسمع عندنا حاجات كتيرة قوي هي المشكلة مش نسمع هي المشكلة بس يسيبه الحكومة تشتغل لان النهار ده مثلا من يومين تلاتة تلات درائد تحديدا مقتل طفل مش عارف على المدرسة وعلى الإهمال الموجود فنقرى الخبر الأنوان بقى فتقرى ايه طبعا متغسل بيدا ازاي الولد ده يموت كده فتكتشف انه كم تزوغ وهو بينط ونزل نحتاني نزل على سيخ دخل فرقابته مات ربنا يرحمه ويصبر أهله انا السؤال هنا بقى نسأل نفسنا هنا ايه دخل مدير المدرسة طالب مزوغ هو بيزوغ انا مش حاضر انا اعمل على في كل بقى دي بقى امن في كل حتة هو خلاص هو مش عايز يتعلم مزوغ ونطمن عصور نزل الناحة التانية على بتاع طالب تاني بقى هما يقولك أربع حوادث طلب يموتوا ويطالبوا في الآخر بإقالة وزيرة انا مش عايز دخل وزيرة البيان بتاعليم الده بايه واحد مزوغ ونطمن عصور يديم مراتب سفنري يحطان ناحة تانية للصور عشان اللي يزوغوا ينطوا ينطوا ينزلوا على المراتب السفنري يعني يديم ناس هناك تشلهم يديم بتوع مطافي كده يبقى عاملين البتاع الطويلة دي اللي بينطوا عليها الناس انا مش عايز رفهم انا احنا ايه اللي حصل لنا ايه اللي بنفكر فيه ده ايه الاسطوب ده وايه الحاملة اللي بتتعامل على حد الراني اللي الدكتور الوزير التعليق اللي بتعليق ما كفاية عليه الاخوان المسلمين اللي هو ما كانوا ماليين الوزارة وكفاية عليه اللي عاملينه فيه احنا ما يبدو انت الحاملة دي لا هنزب ده يبدو ان الواضح ان ده خلاص مطلوب مش عادي رفهم بالزبط كده واحد غرق طب واحد بعد ما طلع من مدرسة وميش يوم روح بيتهم نزل في الترعة طب حنعمل له ايه هعمل في ايه هنا يعني يعني لازم هل الوقت ده بقى وقت التصيد ما احنا لو بطرنا التصيد شوية ما احنا عندنا محدش يعني محدش انت هتميدي يدك في اي حد هجيب مشكلة ما نعطرش انا عادي النهارده في وسط كم المشاكل ده وفي وسط بعد الظروف الصعبة اللي كانت فيها مصر دي ان انا نطالب من حكومة بين يوم وليلا ان نعمل ده الرحمة بس حلوة الرحمة حلوة شوية احنا عايزين ننق بس ننق بالراحة بالراحة لانك انت قبل ما تنتقد عند اي حاجة قول الحل ايه تب تتصور الحل ايه انما مش الفكرة وكل واحد عمال فانت مفرم للدنيا مملاه من كهرة بالدنيا اللي بتكلمه على مشاكل المستشفيات مشاكل المستشفيات دي سبب الحكومة دي ده نمصيبة سودة حصل عندنا بقى لتلاتين اربعين سنة الاهمال للمستشفيات الحكومية مصيبة بقى لده ومع ذلك هناك انا اعلم هناك فيه تخطيط فيه خطة بتتعامل دلوقتي بتبقى يمكن هيتحمل ليش نصها وانا ما عرفش ايه يعني بتتعامل الاجازة انك انت حتمد دي كل المستشفى دي بقى جهزة الاجازة مستشفى مفوش اي جهزة عشاء مفوش اي حالة طب بقى مستشفى ازاي هنمسك في الرئيس الوزراء ده ولا وزير الصحة ده طب وحيعمل ايه من اين طيب الحكاية دي بقى لها سنين احنا بنحل مشاكل سنين ما نقفش على الوحدة بقى كده انها هي الفكرة فكرة انك التضاد المشاكل التسودة في عين وش الناس وطالب غير في الترع ارفضه وزير التربية والتعليم مش عارف ايه ما اقولي الكلام ده عمر المصطفى بيقول فيه موضوع ممكن ترح المناقشة مسألة التعليم في مصر والنهضة الفكرية والعلمية اتمنى ان ننهض بمصر ونرتقي بالفكر سبب بلود الانهيار في الدولة المصرية قلة التعليم والزيادة الده والبطالة والتخلف وردعية الدينية الخاطئة كل ده لو تم مردعاته بشكل صحيح من خلال الوزارات والعيات الحكومية والخاصة حيكون شيء رائع مهندس عمر الصفتي باشمانتس الكلام نفتوله كويس بيد ده بس وهاد الوقت فيه اهم فمهم الاهم ده الوقت ان احنا بس نحاول نوقف المصيبة السودة اللي بيحاول ياخد البلد فيها الاختر باشمانتس ده الوقت مش الحرب الحرب اللي في سيناء ديش قادر عليها والشرطة قادرين عليها وقادرين يخلص على ده بإذن الله بإذن الله وحده انما الخطر الحاجات اللي بتحصل اللي انا عملها حكي فيها بقى لنص ساعة الحاجة التانية النهاردة بالنسبة للبطالة كسروا عمل ايه في كوبا كان عنده امية رهيبة وفقر رهيب ومصايب السودة رهيبة سنة واحدة قضع الامية بس كانت حملة واحدة وكل واقف فيها ما واقفش بقى المثقفين الناحة التانية ما حدش نظر لو قال له اصل الحياة مش الامية الدموقراطية قبل الامية يعني ما حطلع له حد تاني لازم يطلع حد بحزازها يعمل له حكاية كده في المسألة دي لا كان حطين كل حاجة في السوق بتاع سنة واحدة بس هو هكسر العمل ده ولا كل الشعب كان معاه ما هو الحالة الثورية كانت اللي نكت كلها عشان يبنوا بلدهم احنا الحالة الثورية عندنا عايزين لهد البلد عايزين مظاهرات وعايزين القانون التظاهر وكل واحد يقول لك القانون تظهر ülساء السمعة زي الدكتور اسامه الغز أي حرب اتحداك يا دكتور اسامه انك انت stip ليب القانون ده كده ولحط بنوده كده وقاءت القانون الامريكاني وقاءت القانون الإنجليزي وقاءت القانون ده وقو للي بقى فين اللي سيئ السمعة فيه اتحداك مين اللي على تليفون يا ستي الاستاذ محمود الجريز يا استاذ محمود. يا استاذ محمود. انت متأكد انا فيه تليفون? خلاص في ايه? خلاص. احمد الاستاذ احمد فراج بقول مشكلة التقسيم اه تقسيم المحافظات اه قنبلة تلك الكنبلة التي لايش عربها احد قبل انفضارها. لو تم اصدار اصدارها بالفعل وتنفيذها والله والله تقسيم محافظة البحر الاحمر فاشل فاشل. وده كلام الخبراء الجيلوجيين ومهندسين العمران وده كترة النوعات متخصصين. وايضا غير دستولي لعدم مراعاة البعد البيئة والاجتماعي واشياء كثيرة. نميعونا مع مشروع التنمية. انما هذا التقسيم لا سمح الله سيكون المصمار في تنفيذه. ارض الاهتمام والبحث مع الخبراء الجيلوجيين يا استاذ ابراهيم المختصين. ولكم منا كل اللي زير شكر. حنعمل حلقة واني باخواننا المهتمين بهذا الموضوع. وانا برضه عايز اقول السيد وزير التنمية والنبي. لان انا زهر انت اللي ورا الموضوع ده. والنبي يعني نهدى شوية. نهدى عشان احنا مش نعصى خلي مشاكل. ما انت شايف اللي بخلاقه مشاكل. يعني انت شايف الناس اللي عملت قوم عشان تعمل مشكلة بين داو ده وتعمل مشكلة هنا وهنا. مش نعصى الحكومة اللي تعمل مشاكل تعمل حال. الحال اللي فهم مشاكل. انا ما بقولش انه يبقى فيه قرار. يعني الرئيس عندما قرر انه يرفع الوزء من الدعمة عن الوقود في الحتة معينة خد قرار رغم كل التحسيرات. انما ده قراركم في صالح الدولة. كان في صالح مصر. الاستاذ حسين ادي اهلية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. زي ازاي حضرتك? الحمد لله زي حضرتك انت يا فن. طبعا انا من المورمين بحضرتك ومن المستمعين لك. وربنا عينك والوث علمت فيه. الله يخليه. حضرتك كنت بتتكلم الوقت على محو الامية وكسر عمل ايه والكلام ده. اه. 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 اه نعم اه حضرتك. انا مدرس لغة عربية خبرة خمسة وتلاثين سنة والوقت على المعاش. نعم. وعند استعداد اشارك في محو الامية وازن الله نتيجي محققة خمية في المية. هو الاه استاذ حسين هو الاهم هنا. انه اه يعني بعد الخبرة الطويلة دي. واستاذ لغة عربية. ايه ايه الطريقة اللي تعمل? احنا كل اللي عملناه كان فاشل. بدليل انه ما حلش حاجة. ايه اللي نقدر نعمله انه بحاملة قومية بحيس انه لو خدنا القرية. ما القرية دي فيها متعلمين وفيها مدرسين وفيها كزا. لما اين واحد عنده خبرة كبيرة زي حضرتك? ايه اللي نعمله? نعمل واحد اتنين تلاتة ايه اللي نعمله? حضرتك لو يتوفر ليه المكان. ويتوفر ليه الامكاريات اقدر انتج بإذن الله المربو ان شاء الله بإذن الله. يعني انا النهاردة واحد اه امي. تمام? اقدر ازيله. اه اقدر ازيله الامية. اقدر اعلمه قرية وكتابة في قدية. حضرتك ممكن اعلمه في خلال الكراءة والكده ممكن اعلمه خمس شهور. وطبعا بيشتغل في حتة في بيليلك يعني بيليلك يعني وكل يوم بيليلك مسلا عنده مدرسة كل يوم ولا عنده ايه يعني ولا ازايك? حضرتك انا كنت بشتغل في السعودية كنت مدرس في السعودية. نعم. وكان بيجيني طبعا اطفال ما عندهمش خبرة بألف با حتى. مم. والحمد لله وشكر الله بوصلهم للنتجة المرجوة. طيب اه يعني ازا كان عند حضرتك تصور يا سيد حسين. لا ازا الموضوع. ياريت تعمل له ورقة كده مكتوبة. ونبتدي نعرضه على السادة المسئولين. ونقدر نشوف بس زي نعمله ده في اطار حملة شعبية عشان يبقى في ما عندنا اكيد زي الاستاذ حسين عندنا الاستاذ حسين في كل قرية وكل نجع وكل مدينة في عشرات الاستاذ حسين اللي هم اسادزة وحيله اللي هم عاش او اسادزة ومولدين وعندهم وقت يقدروا يدهولنا. ايه اللي نقدر نعمله? نعمل نعمل. نعم دلوقتي الكافي. وآآ على ساتل انا جايب من جايب من السعودية كتيبات بتعلم كيفية التعليم. اساس حسين انا بانا بكلم دلوقتي عندما نواجه مشكلة زي دي بنحط لها تصور. انت عندك الخبرة الخبرة ازاي نتدي ده. بس احنا لوحدك مش هتطر تحل حاجة تحتها من المشكلة دي الحتة دي لوحدك في حتة معينة. لو حضرتك حتطلنا تصور على الورق. بحيس للسادة المسئولين نبتدي نتنفذ عليه ويبقى ده في وقت من الاوقات. حاملة. فعلا يشارك فيها الشباب. الشباب بقى الساور اللي بحب مصر الوطن اللي بحب مصر يشارك. ويقوله خبراء اللي زي سيادتك يقوله ازاي تعلم. ما مش اي حد يعرف يعلم. انما لو حضرتك قلتلي ازاي يعلم. حعمل ده. كل كل من هو متعلم يستطيع من خلال اسادزة اللي هم عندهم خبرة زي سيادتك. يعرف ازاي. وده ينشر على كل. يبقى اللي عايز يشارك يبقى عنده البرنامج يشارك ازاي. وكل ده يبدأ كل واحد يبتدي بمكانه. اللي ساكن في بيته فيه واحد او اتنين يستغل عليهم. واللي ساكن هنا. هي تبقى كده. عايزين نعملها كده يعني. يا ريت انا في انتظار ده تبقى تولي على مدينة الانتاج ورقتين كده ونشوف نقدر نعمل ايه فيهم ان شاء الله. شكرا يا اساس حسين. محو الامية ده والله العظيم. والله العظيم. اذا كان كوبا قعدوا سنة ما هياخد معانا السنة. لان سهل. لو انت قال انت في الاول فاخر ده لو لو كلنا اشتغلنا في ده ما فيش مكان في مصر الا ما فيه ناس متعلمين. وما فيش مكان في مصر الا فيه ناس ما بيعرفوش يروع اللي يكتبو. بس بدان دول مولدين ودول مولدين نقدر نحل. ولو انا النهار ده زي الاستاذ حسين كده حد من اللي عندهم خبرة في هزا كلامه. كل الاساد زي اللي عندهم خبرة يحطوا المشروع. ازاي ازاي انا اللي ما عنديش ده? خلاص حيب انا عندي عامل حسابي. ان انا عندي ساعة كل يوم بديها لخمسة ستة اللي هم باعرب ناس ليه قادر اجيبه معلمهم. بدان انا عرفت الحكاية دي حبها سهل ان اعمل ده. فلو كل واحد خده بمكانه بحيس خلاص ده واحد حارس على العمارة ده واحد مسؤول امن في العمارة ده مش عارف ايه في العمارة. ما بيعرفش يرويلك تبتعالة. حاخده بانا كل يوم بديله وبديله الورد بتاعه. بس انا ما عارفش عامل ده دلوقتي. انما لو في كتاب وفي حد مفسر ده. هنعمل ده. لو عملنا كلنا ده في وقت واحد. عملنا كلنا ده في وقت واحد. هات اي قرية في في مصر. هتلاقي عفيقة المتعلمين فيها كتير. هيقدروا يعملوا ده. وفي اي حي. هنقدر نعمل ده. ولما دي نبتدي نبتدي من السن الاصغر للاكبر. يعني اخد الولاد السغيرين والاكبر والاكرب والشباب كده. لان الكبر يعني خلاص اللي الكبر ده نستنى. لو دوره في الاخر حلو خير وبركة بس نبتدي بالسغير. بس الاهم من ده ومن ده ومن ده ومن ده ان بالدولة عاملة نظام بقى ان انا مزودشي عدد الامين واحد. ما ما يزيدشي واحد. ازاي نمنع التصرب من التعليم ما يزيدوش واحد لان لو المحبى الشغال علي يببانى لا في فائدة يبقى ان احن عملين beginners numca في مية الأستاذة مهى من القاهرة تفضلي 예 استاذة مهى advanced owie انا مادام سهير من القاهرة وانت حاضرتك قتلوا إمهى وهم حاولون ما انا قلت ما مادام سهير من القاهرة يعني هم اللي بيئلبوا الأسامل على كيف وما علش أنا أنا انا 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 ا اه في العاشر من رمضان. فمشكلة الكهرباء الحاج دلوقتي ما دخلت في المنطقة دي كلها اللي هي اه هو اه الحي اللي اتناشر كله. تدوح تلاقيها تربة. احنا دفعنا شقة امرنا بقالنا دلوقتي اه خمس سنين. ده في اين شقة امرنا? اه في في الارض دي. يعني المشكلة دلوقتي الكهرباء. المشكلة ان الكهرباء موصلتش. ما ما فيش كهرباء يا استاذ ابراهيل. في الحي اللي اتناشر كله. انا عاوز التغاثة لوزير الكهرباء. لا مش الوابور احنا هنكلم صاحب الوابور. هي ابارة عن طربة. يعني كل الناس دي حرام اللي هي حط ابن بيتك ده كان ضحكة على الناس. وخرام. استاذة 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 سوهير ازا ازنتيني خليك معايا خليك معايا. حضرك سيبي النمرة اه اه سيبي حضرتك النمرة هنا. وعشان حنتصل وحنروح نصور المكان ده. واحنا حنتصل بكرة بالسادة المسؤولين عن الكهرباء ونشوف ردهم ايه ونقول لحضرتك عليه حاضر. عناية الاثنين. وحابقا لغك شخصيا في التليفون انا حاضر. تحت امرك يا فاني. تحت امر. يعني احدات بقى ما انا مش عارف. اه الصفا بس يوني اه السلام عليكم. بالنسبة عشورة. وتودى بدعاء الى الله القادر ان يوفق لشنا ورئيسنا في مهمات المصعبة. وان نهزم اعدائنا الكثيرون الذين يتأمرون على هذه البلاد. فهو القائل سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. شكرا وانتحياتي لكم. اه برضو تينا احمد بتقول يا ريت حضركة تفتح ملف الترقيات في مصر. بتتم على اساس الوساطة. ودور اه ودورها. الكفاءة والعلم ليه مش ظاهرين. ولا احنا حنصلح من فوق ومن تحت الدنيا مش يا حكس. اه عايز اقول في مشاكل زي دي كتير قوي. زي المشكلة اللي قالتها الاختنا دي. بنتين دي حاضر نحن بنحاول ده. فكرة ده الوساطة والكلام ده انت عندنا شوية لسه احنا احنا بحقوق احنا. انتو فاهمين النهار ده عشان اللي حصل ده ان الدنيا كده تصلح يعني نزل قدمنا صدى كوية ولا حامض مثلا كان بصورة مصدية فانضفناها. لأ. هتاخد وقت. وبعدين نخلي بالنا ان في حالة التراهل اللي حصلت. وحالة الانمالية اللي كانت موجودة بقالها لخمستاشر سنة على الانمالية دي بتي لمنين. بالاحساس بظلم. احساس بفساد. احساس بكل احد دي لها كانمالي. هي دي بلدنا. ده الانمالية. وده يعني معروفة في علم النفس وعلم الاجتماع. فالنهار ده الحالة دي بقى لا سنين طويلة. ودات كملة المسألة في الفوضى اللي حصلة. والفوضى احنا عارفين ان حالة الفوضى اللي احنا فيها دي فوضى مصنوعة. ويتم تغزيتها بالسمرار. ومش عايزينها تنتهي. عايز. مش عايز. فيقولك النهار ده قصة النشطاء السوريين. النشطاء السوريين في السجون. ده الاستاذ عسامة الغزالي حرب. طيب هما في السجون. برضو لما اتكتب في سجون. يعني معنى كده ان ده تاخد مضار للنار وتحط في السجن الاعتقال. وهذا مرفوض. تماما. وإلا كده يكون ريعنا الورى تاني. انما اي حد. إلا لو عنده اسم بقى الدكتور قسامة يقوله. ان ده معتقل. انما لو رايح. راح يتظاهر بالمخالفة للقانون. وتقبض عليه لا يا باش انتهينا في موضوع تاني. قسرت حرقتك عملت. لا انت فينا موضوع تاني. انت رايح بنيابة ولا رايح بالشرطة اللي مودياك في الاعتقال. هو ده الكلام المهم. عيب ان احنا نقول كلام ونسيبه كده عشان عشان نزيد الكراهية ونزود الحقد ونزود التحفز ونزود. هو ده انت متحضروا. لا 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 لا. عايزين تفجروا بالتاني مسلا يعني. ما الناس مش مصدقاكو. ما دي المشكلة اللي انتو مش عايزين تفهموها. الناس مش مصدقاكو. فالنهارده لما بيجي حد النهارده اللي في السجن. ولا اللي موجود. الدومة اللي موجود وغيره اللي موجودين دول. في القضية دي بتحديدة. هما في القضية دي مش واخدين في قانون التظاهر. ده التكسير والاتلاف والارهاب والترويع والكلام ده كله. التلس سنين سجن. وفي التظاهر واخدين غرامة مالية. يعني عبيس عشان يبقى مش مسنونين عشان القانون سايق السمع. منها اتنين عايز اقول لان انت دكتور قساما قلت سايق السمع. يا ريت سيدتك تقول لنا في ايه البنوت ديت. سحنحط البنوت دي مع بنوت بتاع الدول التانية. ولا انتو عايزينة صورة عايزينة تظاهر على طول. ما نقول. ما تقول كده من الاخر. لو انت عايز على طول صورة وأخناعها وكلام دك. وقول وكده من الاخر. قولوا ان المهمة ما انتهيتش. وان المهمة لازم اسقاط مصر. قولوا كده. إن مما منقولش إن احنا عايزين ملق ملق. وبعدين تقولي أسأ الشباب السوري طب ما الشباب السوري تعالوا بقى نشتغل ما الشباب هو الشباب السوري شغلته يعني دي الوظيفة بتاعته انه يعمل صورة بس كده طب صورة على ايه دلوقتي احنا بلد منكوبة وعايزين من من كل ناحية وعايزين نقوم بيها ونتعرض لحرب هم يقولك مفيش حرب ولا حالة ده حكاية ده فزعة الاستاذ صلاح اسكندرية اي استاذ صلاح طيب هو بالفيديو يا منتي Assa هيا نحا فهيا ده الحكاية فالنهار да اللي بيتكلم والعمال بشباب السوري هو الشباب السوري هو انت شباب السوري ده مش حيروح بقى يشتغل شغله يعني فوقت في الاوقات مش حتروح تشتروح شوف الشغلش باقي ازا كان ليك شغلة وظيفة عشان تاكل مهنه يجيش ولا انت حترق 할شباب سوري كده على طول يعني ما هو برضه ها وظيفة مakanه مثلا طايتل هي يعني حالة كده بتتاخد ما هو ده لازم لازم بنتعمل ده انما فكرة في الاطار العام ان احنا ثورة على طول قانون التظاهر اه اه مانيهار دي ولا المصري ديت اللي واحدة قانان وازاي ان دي تتعمل والستاذ الدكتور اسامة كتب مقالة ويقول ان انا لبرالي وبختلف معاه انما انا اؤيد حقا في الثورة او في القانون مشبوه ايه قانون مشبوه يا دكتور اسامة قانون ايه اللي مشبوه قانون التظاهر وهي هل هي دي المشكلة العويصة اللي في مصر تعال يا اخي وقلنا رأيك نشوف المصيبة اللي بقاتل ده وقلنا رأيك في اللي بيحصل في الجامعات ده وازاي يتوقف ده وهل اللي في الجامعات ده ده فعلا حريت رأيي وكلام ده والرأيي التاني ما انت لو ده بوليسي خش الجامعة تقول له يلا حريت الجامعات ولا لا واستقلال الجامعات طب فيه جامعة في اي حتة يا دكتور وسيادتك روح في بلادي الدنيا كلها هل في اي حتة في العالم تقبل جامعا حد يعمل اللي بيعملوه دولت ان اضربوا صواريخ واضربوا بتاع واضربوا مطاوي والحالات دي كلها تقبل هذا الكلام ما انت يا دكتور عارف ان الحالة دي معمولة عشان يبقى دول بيثبته ان في حالة عدم استقرار في مكان ما اطالة امد هذا الوضع مع الارهاب اللي موجود في سينا مع الزيطة اللي معمولة هنا مع دائما بتتتزن على ودان الشباب انه كنتوا صح وانه كنتوا ثوريين يقول لك الشباب اللي ثورت خمسة عشرين يناير كلهم في السجن وهذا عار مين قال كلام ده مين قال الكلام ده هو خمسة عشرين يناير تقول تلاتين اربعين واحد حتقول لي ما قضينا على الاف هاتلي اسماء عشان عيبت قال الكلام ده وقات واحد يكون دخل من غير تهمة واتقبض عليه عشان هو كان في شباب ما في شباب كتير جدا كان في ملايين البشر في في خمسة عشرين يناير دي هي خمسة عشرين يناير كام اسم اللي شوفناه في التليفزيون خمسة عشرين يناير دوما يعني ده اشتعار الرسم بتاع الثورة لو اطلع بقال وآآآ انا انا حرقت وطلع مع عرفش مين اللي قالك لا ده كان بس متعصب ده الكلام بس في الف البرنامج واحد بقول انا حرقت المتحة واحد بقول انا عملت ده اللي السادس محمد من القاهرة اي يا السادس محمد اتفضل يفن اتفضل يا السادس محمد يا اخوانا انتم متأكدين حالو ايو سبراهيم انت مش معايا محمد ولا حنضيع المكالمة اسكوت اتفضل 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 انا معاك اتفضل يا سبراهيم تمعك ربنا معانا جميعا اتفضل 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 يا فن انا محمد انت في القاهرة اه لا يا سيد محمد انا مقايد كلام حضرتك جدا ويا ريتك سبرا الشغال على الحملة دي لان المفروض كل مسؤول في البلد يبدأ بنفسه ما حد يش ينكن حد بقى سايا ناقب والله يا سيد محمد احنا احنا محتاجين احنا بقى انا وانت وهو وهي انا وحضرتك انت سيادتك وانت في العمارة اللي فوقيك واللي جنبيك واللي تحتيك مطالبين دلوقتي لازم كل لازم في حركة لازم نتكلم مع بعض دلوقتي في سم في سم في سم بيتحطلنا يعني في كل حاجة في كل حاجة بنشوفها وكل حاجة بنسمحها وكل حاجة بنقول في حاجة غريبة جدا بتتعامل يا سيد محمد نخلي بالنا والله يا ابراهيم عاوز اقول لحضرك حاجة انا بعلم ولادي كل شيء جميل يعني لو قلت له لو قلت له لقيت الام الام في الحوش والدين النقل لكن فجأت ان انا في عصر غير عصر دلوقتي كل انسان في مصر بينقض التاني بات ما بيشتغلش لو كل واحد بدأ بنفسه وبمكانه انا مدير عام في شركة المحمودية اهلا وسهلا انا مالي لقيت في تغيير في الشركة دي ناس بدأت تتبت ليه؟ لانه في وزير نشيط اسمه محمد مختار جمعة انا ما عرفوش وزير الاواءف انا شخصين ما عرفوش بس هو مالك الشركة عندنا بنسبة اسم اربعة وتسعين في المالك الاواءف اشترك شركة المحمودية العامة للمولاد طيب يا مش الوزير اللي قلت انه في تغيير مش الوزير اللي مسكها اللي قصدك وزارة الاواءف يعني لا الوزير واضح انه لما يكون رأس الارم قوي بيسيطر عليها دا انت بتقول مالكة عن الناس في حتفهم انه هو شاري القسم بتاعه هو اللي شاري قسم الشركة انت قصدك الوزارة اللي شاريها مش كده؟ ايوا الوزارة الاواءف مشترية اربعة وتسعين في المية من قسم المحمودية العامة المولاد بدأت تتحرك لما يبقى فيه لما يبقى فيه مسؤول بدأت تتحرك الاواءف بفيادة وزيرها لنهضة الشركة وخلع الفساد اول حاجة اللي اصدرها الوزير قال لك ما فيش تعينات اللي عن طريق مسابقات لو بدأنا كده مش محتاجين محسوبية بعض لمحتاجين محسوبية ولا محتاجين واسطة لمحتاجين حاجة رأس الارم قول ما فيش تعينات اللي عن طريق مسابقات ومسابقات حقيقية تنافس مش مسابقات وهمية ربنا مع حضرتك يا سيدنا مع حضرتك بس هو كل انسان يبدأ بنفسه من اول هرم كده ناخدها تدريجي عندك حق نمنع المحسوبية والرشوة ازاي بان احنا نبدأ ان احنا نمنع تعينات نمنع وصائف نمنع الناس اللي عرفنا ان ده فاتد اركنه ما نقطعش رئابته بس نركنه بغاية ما يتقهدك شوية هيرجع هيرجع على القطة بوط مقنين تاني عندك حق يمكن الهواء بتاعه اخده شوية تمام تمام مش عارف ده رأيه لا 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 انا مع ربنا يخليك وانا مع رأيه حضرتك لو كل واحد بدأ بنفسه ولو كل واحد قبل ما يبص اللي حواليه يبص على نفسه مش هتكلم عن الحواليه لان انا عان عندي عيوب وحضرتك اكيد كل ما فيش كمال لله وحده يعني ربنا يصلح الاحوال الاستاذ ناصر توفيق بيقول لي انشاء مصانع لتدوير القمامة ما حدش بتكلم عنها ومال حنعمل نظافه ازاي في البلد من غير مصانع على فكرة عايز اشرح يا استاذ ناصر لحضرتك الناس فهمة ان تدوير قمامة يعني انك انت بتاخد قمامة دي بتعمل لها عملية فرز الحاجات الزاز لوحدها الحاجات الصلبة الحديد ومشابه لوحدها والحاجات الخشب و الحاجات الاضويةو التانية لوحدها بيتهمى تلت حاجات برا الفرز ده بتعمل في الصندوق تحت العمارة يعني مش تحت العمارة بيفرزوا لا تحت العمارة تلت سندي Elomic دي بتاعت كزا ربنا والدعبا اللي هو عايز يشوفه فين حتة يحط كيس مكان كيس حيربوه خلاص فالناس بقت ملتزمة هناك ما فيش حد ما فيش زبال بيطلع لك انت بتنزل بتدخل الكيس وانت نزل تحطه ده بتاع اللي فيه ايا الاكل وكلام ده كله لمكان اللي فيه اي ازايز والحادات دي في مكان الصفيح والحديد كده يعني خلاص انت هنا فهناك ما عندوش تقدير لما نيري نشوف في المانيا في برلين مثلا خلاص الحادات الازاز بتتسيح وتتعمل وبييتم عادة صناعتها من تاني الحادات الحديد بتتسيح بتتعمل بتروح لسكة تانية الحادات العضوية هناك بتعمل بتخش بتدفئة المية المية بتاعت التدفئة البيوت والمصانع والشركات اللي في برلين كله برلين مدينة كبيرة بيدا لحصي ما دلوقتي كلها من الزبالة فعشان كده ما عندوش مقالب ولا عندوش اقماء وكده احنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا عاملين نظام آآ غريب لدن عاملين دلوقتي حاليا لكل محافظة ميت فدان مقلب زبالة يقول لك عشان تدفن مدفن برا مفيش حالة اسمة الدفن في الزبال مفيش حالة حاليا دلوقتي بلاد كتيرة لدن من قمامة بيطلع منها كهرباء بيطلع وقود حيوي احنا عندنا لما تقدم المشروعات دي متقدمة الحكومة بقالها 3-4-5 سنين وقال الحكومة الحالية بس في حالة مش معروفة يعني في حالة كده سر مش معروف ان المسألة احنا بنطلع حوالي دلوقتي حوالي 27 مليون طن نزبالة في السنة 27 مليون طن نزبالة في السنة دول دول يعتبروا مواد خام لانتاجية شديدة جدا يعني يغيروا حال احنا محتاجين عدد المصانع العدد المصانع اللي تعمل من القمامة كهرباء محتاجين عدد كبير جدا من المصانع دي انا مش فاكر الرقم بتاعه بس عدد كبير في شركة متقدمة عند الحكومة الورق بتاعتها وغرالي اللي ضايع نص عمره لو المهانس حسن القيع نص عمره ضاع وكل فلوسه ضاعت والحالة دي كلها وعمل مكان وفي الحتة العالمين دي عامل مكان يعني أنا صدفته مرتين وكتب عنه يعني ده قرب يعني قرب ينظم مرور في الشارع من اللي عملوه فيه الكمامة تتاخد ومقدم لهم وكان هو حيشتري حيبق لهم الكهرباء بخمسين قرش لو تشوفوا القهرباء بتاعت الرياح وقهارات الطاقة الشمسية الحكومة شريعة بجنيه وشوية يعني هو حيديهم بنص السعر والعهد اللي معاه ومع شركة هولندية وشركة أمريكاني ووقف الموضوع ووقف ليه لأن كنت القمامة دي يبدو أن المسألة فيها على المستوى الصغير وكبير دلوقتي الزبالين اللي هم مش تبع الشركات الكبيرة الأجنبي لأنها بتنفلوس ومشت أو لسه بتنهبنا لغاية دلوقتي بيروحوا دلوقتي بيفرزوا الزبالة يعني هو في الشارع بالعربية يشوف ياخد الورق والكارتون والإزاز والبتاع ويسيب الزبالة التانية في الشارع عشان كده الكوام الزبالة زادت رحنا صورنا وحوري لحضراتكم بكرة ولا بعده المدفن بتاع مدينة نصر شيء بشع فإحنا ما عندناش تدوير إحنا عندنا فوضى في هذا الموضوع وأردن الساد رئيس الوزراء يرد في هذا الموضوع ويوضح لنا لأن هذا الموضوع ما سيكدش عليه بس العيب مش هنا العيب على وزير البيئة العيب على وزير البيئة لأنه هو المسألة تبدأ وتنتهي من عنده لو عايزين يحلوا يحلوا من عنده لما تشابهنا كده وتشابهنا نعيش في الزبالة كده نطلع فاصل بقى عشان نقابل الدكتور خالي اشتركوا في القناة